بعد أن تعرفنا في السابق على شكل قائمة التكاليف بالنظرية الكلية وشكل قائمة الدخل بالنظرية الكلية يبقى معنا الآن ثلاث مشاكل للتحديد هي كيفية تحديد تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في الإنتاج تكلفة المواد المباشرة المستخدمة هي أول رقم أول رقم ظهر في قائمة التكاليف هذا الرقم الذي يظهر في قائمة التكاليف قد يكون معطى جاهز في التمرين أو تحسب وعادة ترت طبقا لأي من الأشكال الآتية لو بيانات المعطى عن المواد في شكل مواد مباشرة يبقى نستخدم الشكل التالي لو أعطيك مغزون مواد مباشرة أول المد مباشرة تجمع عليه مشتريات مواد مباشرة خلال المد مباشرة معطيات كلها مباشرة لما نجمع المواد مغزون مواد مباشرة أول زياد مشتريات مواد مباشرة يديني مواد مباشرة متاحة للاستخدام أطرح منها مغزون مواد مباشرة آخر المدة يديني مواد مباشرة مستخدمة هو ده الرقم اللي يظهر في قائمة التكاليف يظهر في قائمة التكاليف ببداية بأينات لو كانت المواد معطى بشكل مباشر يبقى مغزون مواد مباشرة أول زاد مشتريات مواد مباشرة يديك المتاح ناقص مغزون مواد مباشرة آخر يديك المواد مباشرة اللي انت استخدمتها في الانتاج اللي بتظهر في قائمة التكاليف الشكل الثاني ممكن لو مديني بيانات عن المواد كلها لما قول مواد كلها جواها المباشر وغير المباشر يبقى دي تحسب بالشكل التالي مغزون مواد خام كلمة مواد خام يعني داخلها المباشر وغير المباشر مواد خام أول مدة وضيف عليها مشتريات مواد خام خلال المدة يديك المجموعة تكلفة مواد خام متاحة خلال فترة أطرح مغزون مواد خام آخر مدة يدينا تكلفة المواد الخام المستخدمة في الانتاج ده مش هو الرقم اللي يظهر في قيمة التكاليف لا مش ده مش هو لأن المواد الخام جواها مباشر وغير مباشر أنا ببدأ في أول قيمة بالإيه؟ بالمواد المباشرة يبقى لو أنا عندي معلومة عن المواد غير المباشرة أطرحها يديك الإيه؟ مواد مباشرة مستخدمة في الانتاج الملحوظة الثانية بعد ما اتعرفنا على كيفية تحديد المواد المباشرة الملحوظة الثانية كيفية تحديد الأجور المباشرة الأجور المباشرة يتم تحديد تكلفة الأجور المباشرة على حسب البيانات الوردة في التمرين فقد تكون مواطعة جاهزة أو تحسب لو هتحسب من خلال العلاقة التالية الأجور المباشرة بتساوي ساعات العمل المباشر في معدل أجر الساعة ساعات العمل المباشر في معدل أجر الساعة لو أنا عندي عمال اشتغلوا مئة ألف ساعة عمل مباشر وبدل العامل عن الأجر الساعة عشرة ريال روح ضارف في عشرة ريال معدل أجر يبقى أن تكلفة الأجور المباشرة تطلع هنا كم مئة ألف في عشرة تطلع مليون ريال مليون ريال الملحوظة الثالثة كيفية تحديد التكلفة الصناية غير المباشرة يتم تحديد التكلفة الصناية غير مباشرة حسب البيانات الوردة في التمرين فقد تكون معطاء جاهزة في التمرين أو تحسب من خلال إما تجميع بنود التكلفة الصناية يكون مديني بنود زي القايمة اللي فاتت ونجمعها تكلفة مواد غير مباشرة أجور غير مباشرة قوة محركة صيانة الآلات صيانة مبنى المصنع وإهلاك الآلات وإهلاك مبنى المصنع وإيجار المصنع وضرائب العقارية على المصنع وغيرها من البنود التي ترتبط بالمصنع كل ما يخص المصنع يبدا البنود الجوام ما يخص المصنع يندرج تحت هذه البنود او تحسب بالعلاقة التالية حول التهصاد غير مباشرة عن التكاليف الصناعية غير مباشرة بتساوي ساعات العمل المباشر في معدل التحميل وساعات العمل المباشرة بتيجي ازاي الأجور المباشرة مقسومة على معدل أجر الساعة